اشتركوا في القناة في لبنان بين القانون والواقع فإذا فيه فرق وإن شاء الله ما يكون شاسع يعني بين القانون وبين اللي عم يصير على الأرض لا يعني من أي ناحية أنه اليوم أنا بفهم في كتير تخوف من منافسة الأجانب وبالتحديد من اللي اضطروا يلجأوا إلى لبنان بسبب الأوضاع وأنه ننفسوا يد العامل اللبنانية أو العاملين اللبنانية وبالتالي يسببوا بطالة إلى آخرها والسؤال هاللي عم بيطرح أنه يا تولا ما فيه تشريع من شين عمل الأجانب باللبنان من هون يعني الفكرة أنه هل عنا نواقص بالأنون نحنا أو فيه بجوز واقع على الأرض بدنا ناخده بعين الاعتبار فيه كمان من يعتبر أجنب ومن مش عم يعتبره أجنب لا 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 بالنسبة لمراقبة العمل ما فيه كلهم بالتساوي كلهم بالتساوي الفرق ممكن يحصل على الرسم يعني فيه منهم مثل هلا مؤخرا بالألفين وعشرة من خمس سنين طلق صدر قانون وقفوا الفلسطينية من رسم الإجازة بس مش من الإجازة وفيه رعاية دول معينة معفية من رسم الإجازة بس إجازة العمل منظمة من سنة الف وتسعمية وستة واربعين ولا يجوز إطلاقا أجنب يمارس العمل في لبنان إلا وما يكون عنده إجازة عمل بروفيسور فيه يعني أعمال معينة ممكن أنه الأجنب يزوله وأعمال له أكيد أكيد هيدا كمان ومطبق هيدا كمان مهمة طري علي السؤال أنه طيب منافسة المهن الحرة منافسة المهن الحرة أنا برأيي يا معدومة يا أما شبه ضئيلة جدا 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 ليه أولا مهنة المحامات سكرة مية بالمية ولا ممكن أجنب يمارس مهنة المحامات في لبنان كان يقدر يمارسها على أيام الانتداب هلأ ما بقى يقدر يمارسها هلأ استثنائيا يرخص أوقات من قبل النقابة لمحامة أجنب يجي يترفع بدعوة معينة مش يمارس مهنة المحامات المهنة الطبية مبدئيا بيقدر طبيب أجنبي يمارس بلبنان بس بدو يدفع خمس حسب المعلومات اللي أخدتها من نقيب الأطباء ذاته بدو يدفع رسم خمسمائة مليون ليرة قال لي ما حدا نعمل يدفع خمسمائة مليون ليرة أما الباقين المهندسين شرحوا إذن من هالنحية بنحية الأعمال الاقتصادية بكل بلدان العالم بيشجعوا الاستثمار يعني إذا بديك تمارس تجارة أو بديك تمارس صناعة تفتح معمل إلى آخر أولا فيه ترخيص بديك تحصل عليها إذن هون فيه مرائبة وبعدها اليوم أنت فيك تفتح محل باريس ما حدا بيمنعيك أو بنيورك أو شيء إذا عندك مصاري بعدها ما ننسى أديه عنا من رجال أعمال لبنانية عمل بيستثمروا بالخارج أديه فيه بأفريقيا أديه فيه بأمريكا الجنوبية إذن بالنتيجة الموضوع المهم هو أكتر شيء الحرف هون ممكن يصير فيه منافسة واليد العاملة هاليد العاملة محمية مبدئيا اللبنانية بالنصوص محمية مش أناك عم بقول أنا لا لأنه بيصدر عن وزارة العمل دوريا لائحة بالأعمال المحفوظة للبنانية للبنانية هاللي لا يمكن أنه أجنب يمارسها مثلا على سبيل المثال سكرتيرا أو سائق هاو من العديد من الأعمال أنا عم بذكرها تنين لأنه ما معنا وقت هاو من الأعمال المحفوظة لللبنانية هلا عنا بالمقابل بيدين نحن مسؤولين عن النقص فيها مثلا بالبناء بالبناء معروفة أنه مبدعة نسبة مقوية لأنه ما عندي أرقام بس في نسبة هائلة من أجانب والبرهام لما بيقولوا أنه من الأعمال السوريين بيتركوا توقف الورش عندنا نحن إذن ما تمدي كتير بالمنازل المنازل اليوم هل في بيت واحد بعد بلبنان تقريبا بعد عنده مساعدين منزليين مثل ما عم يسموهن هلأ وهذا أنا بفضل أنه هالتسمية لا كبالزمانات تعرف تسمياتها اللي كانت تنعطها اللي الحمد لله نسيناها مثل ما كان يقولوا رب العمل ما بقى بيقولوا رب العمل بقولوا صاحب العمل إلى آخر إذن هاو بعدين فيه شيء مهم الرأي العام ما بيعرفه أنه سنة السبعة وسبعين أنشئت مؤسسة اسمها المؤسسة الوطنية للاستخدام وهاللي هي بوصاية وزارة العمل وهالمؤسسة الوطنية للاستخدام مفروض هي فيها تنظم سوء العمل وفيه تعاون مهم بين سلطة الوصاية وهاللي هي وزارة العمل وهالوزارة هالمؤسسة أنه لما بديك تطلب إجازة عمل لأجنبة بديه يجيب إفادة الواحد من هالمؤسسة أنه ما فيه لبنان قادر يقوم بها العمل إذن من ناحية النصوص الحماية مأمنة ولكن التطبيق غير موجود إذا نحكي عن عمل البناء مثلا اللبنانية بيقولوا أنه عمل البناء هنه أجانب أو هنه مش يعني من التبعية السورية أو إلى آخر غير لبنانية غير لبنانية إذا بتفضلي تمن تفهمت عليك إذا بديك تميزة بين درجة الأجنبية درجة الأجنبية قولي غير لبنانية اللبنانية بيعتبروا أنه هالشي ما رده لأنه يعني بيقبلوا بي معاشات أو بيقبلوا بي أجور متدنية يلي اللبناني ما بيقدر يعملها لأنه يعني الكلفة المعيشية غالية عنده مضبوط بس هيدا كمان ما في غير الأنون بيقدر يحميه كيف بديو يحمي الأنون كيف بديو يحمي الأنون يعني بفترة من الفترات بفترة من الفترات بأوروبا ذاتها ما بدي أعطي جنسيات لأنه طيب دائما كل ما بدي أعطي جنسية بتخلق حسسية عند الناس بس صار فيه كمان حقول معينة ما بيمارس فيها إلا غير الفرنسيين أو غير القلماء الدولتين المعتبرة أو غير البريطانيين لأنه إما ما عم بيقبلوا بقى المواطنين يقوموا بهالأعمال والتانيا لأنه أكيد هل غير مواطن عنده متطلبات أقل لأنه ما تنسي أنه حضرتك بمجرد منك لبنانية ومزيعة معروفة والأخير صار عندك متطلبات ومصريف أكبر هل غير لبناني هل عايش عايش متواضع بيقبل أقل بس هون كيف بده يصير يعني كيف بده يصير الحماية بتسير أنه يمنع أنه غير اللبناني ينافس اللبناني بالحق هل اللبناني مستعد يشتغل فيه بس إذا هل غير اللبناني بده يعبل أقل يا أما ما بدك تقبل وجود هل غير لبناني سأقلت على الأراضي اللبنانية يا أما إذا وجود على الأراضي اللبنانية بده يشتغل بده يعيش BRUM هل لو قلع لك مثلا اليام الخدمة المنزلية بالنسبة لللبنانيين معدومة يعني اليوم إذا شيت أنا قلت قدها عم بدفع لها الأجنبية غير اللبنانية 300-400 دولار مثلا 200-300 حصل أنا إذا أتأمن رديف لبناني بدفع 700 دولار ما رح لقى إيه لأنه صار فيه أعمال يعتبر أنه اللبناني مثل بعد البلدان الأوروبية صاروا بيعتبروا أنه أعمال تنزيفات ما بيقبلوا يقوموا فيها المواطنين ونحن عن الخدمة المنزلية الآخرة قصة المعاش أكيد هذه المنافسة حتى بالحرف اليوم السنجر افترضنا غير اللبناني رح ياخد منك قلم السنجر اللبناني بشو بتعملي ما بعرف ولكن تنزيم هالاستخدام بس ما بعرف كيف أنه كيف بدأ التعالج ما فيه يعني تنزيم الاستخدام كنا عم نقوله لازم يكون فيه تنزيم للاستخدام موجود مبدئيا شو دور المؤسسة اللبنانية للاستخدام تنزيم الاستخدام وتنزيم سوق العمل مطبخ يعني هلأ سعب كتير تقدر تعرف أكيد هاي مؤسسة عم بتمارس نشاط وعم بتطبي يعني اليوم أنا بعرف قدت مرات نطلب اجازات عمل وتجي المؤسسة اللبنانية الاستخدام تقول لا هالعمل متوفرة تنرفض الاجازة تنرفض الاجازة ونحن ما عم نقدر دائما ما فينا نستحصل على اجازة عمل لشخص له في مقابله ثلاثة أربعة خمسة اللبنانية مسعدين يشتغلوا انت حطيت ايدك على الجرح المنافسة هي على مستوى أكتر شي الراتب وهون أنا بالفعل بالنسبة اللي بعتبر هاي دي معجزة انه كيف فيك تمنع غير لبناني يقبل أهل من لبنان ولكن ما فيه قانون بقدر يرعى عمال يعني عم نقول انه العمال ببيوت ما بيشتغلوا اللبناني اختاروا انه ما يعملوا عمال مثلا هلا نحن عم نحكي بس سئبة نحكي عن هالموضوعين عمال البناء عندهم مهارات اللبنانية فيها ولكن يعتبروا انه عندهم منافسة مثل حتى بالاستيراد والتصدير مثلا بالنسبة للمزارعين كمان ما فيه قانون بيرعى استيراد والتصدير البطاطا مثلا أو حتى التفاح يعني فيه سغرة بهالإطالية عفوا هون خلطنا بين موضوعين التصدير هو حماية الاستيراد بالأحرى حماية الاستيراد وتشجيع التصدير هذا بصف يتعلق بصاحب العمل ما عاد يتعلق بالأجرة هاللي عم يشتغلوا الأرض هاللي عم يشتغلوا الأرض ولكن التأثير عليهم على المزارعين وعلى المزارعين بس اليوم انا مني اكيد انتبهي مني اكيد انه حتى لو ارادوا المتعهدين البناء او المزارعين ما يستعينوا الا باللبنانية في العدد الكافي مش اكيد مش اكيد هلأ وين عم بتصير المنافسة الازعش هي بتصير شي بتطلع ينتفي انه اليوم افترضنا فورمان بالبناء هالفورمان اكيد مفروض يكون لبناني لا بيقدروا هون وزارة العمل بتقدر تقول انه هالبيانة مش حافظة عن الغاية لما بتقول الاعمال المحفوظة لللبنانيين تترك اعمال البناء العاديين ومن درجة معينة تبنى اوزن عم تعملها يعني عملك الجدول ما انه براسة بس انه اهم شي انه ما نستوهم كتير ما نستوهم كتير واللبناني كمان يعني بده يضحي ولكن البطالة موجودة من الغلطان ما بعرف ولكن البطالة موجودة هل في حلول ممكن انه تكون ولو كان جزئية عفوا البطالة ساعة بسموها البطالة المقنعة او ساعة بسموها بسميها البطالة الانتقائية البطالة بالمطلق انا برأي مش موجودة ليه لانه لو البطالة بالمطلق موجودة كيف هالسوق اللبناني بما فيهم المنازل وغيره قادر يستوعب هالعدد الهائل الهائل من غير اللبنانيين وين بتبين البطالة انه اليوم انا افترضنا نظرا لعلمي نظرا لشدد الغذيب ما بيقبل عمل الا من مستوى معين وما بيقبل اقل مثلا بفرنسا ما بيعطوك منحة البطالة الاندام نتشماش الا اذا ما عم بيأمنولك ولا عمل مش اذا ما عم بيأمنولك عمل مفقا لمتطلباتك انت بس سيد اذا لانه هن مستعدين يأمنوا عمل او يبحثوا معك يعني الدولة مستعدة تبحث معك على عمل على سوء ايضا لانه هون حتى لو انجيت تطبيها بلبنان ما بتزبط ومش ناك نحن بحياتنا بلبنان ما فكرنا نعمل تعويض بطالة لا لانه اليوم اذا اللبنان قابد يشتغل شو مكان مثل ما بيفرد عليه بفرنسا بيلاقي بس اليوم في في ناس هدي مثل زكرتني بنكت تردت بجو واحد امه كان بدي تعمل خور هو قال له ايه بعمل انا بس انا بدي عمل دغري بابا قالت له يعني يوم ما بيشوز تعمل بابا لا 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 بدي بلش انا بابا فهمت علي شو المقصود بدي تضحية مش ان هيك هلا صحيح الحرب بالنضارات هاينة ممكن هلي عم بيسمعوا يقولوا شو عم بيبسط الامور والاخير ايه وكان امانة لا بس انه كمان هيده بتدخل ضمن سياسة العمل وين الحماية كمان الحماية انه يتم المراقبة على الحد الادنى الاجور بالقليلة لانه انا بعرف هايدي اكيد منها ووزارة العمل اكيد بتعرفها وكلهم بيعرفوها انه لسوق الحظ في كتير اصحاب عمل ببعض المجالات ما عم بيضطعوا لحد الادنى الاجور ولما بيفرضوا انه ممنوع اجنب او غير لبناني يقبل بقلم لحد الادنى للاجور هلا مثلا يعني ما بدنا نفتح عيون او نفتح بس فيه كتاعات انت بتعرفي ما ميدفع فيها لحد الادنى الاجور لما بتجي بتفرض لحد الادنى الاجور تحدي حتما وزارة العمل ما بترائب هالموضوع بترائب بس قد بدأ ترائب ترائب فرنسا وعظمتها وهذا بيقلوا لك انه يعني العمل غير المراءة بداري بقى طناب وهذا دولة تعتبر دولة نهمية وعريقة وإلى آخر ومثل لو ما تجد يعني المحامي البروفيسور جورج غديش أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا اليوم حضرتك رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا نتأمل انه يكون في حلول لكل هالمواضع اللي عم نطرحها بما انه مبدئيا الانون واضح متأمل ان يكون عم يطبق شكرا لألك وقفة هلا ومنرجع منتبع نحن وياكم خليكم معنا